ليست الأوضاع الأمنية وحدها ما يغلق المواطنين هنا في محافظة أبيان هذه المرة وهم يعيشون مطلع شهر رمضان لكن المخاوف من احتمالية وصول فيروس كورونا كان هو الآخر سببا في عزوف الناس عن الاستعداد لاستقبال مناسبة خصوصا وإن الإجراءات التي اتخذتها السلطات عكست على حالة الأسواق وتسببت بموجة غلاء زادت من تفاقم صعوبة الحالة المعيشية لدى الكثيرين غلاء الأسعار يعني هو الشيء الذي يخنق كل مواطن لذلك ظروف المواطن صعبة ونقول للمتصارعين السياسيين اتقوا الله في هذا المواطن وعيب نستقبل شهرا كريم في ظل صراعات والخاسر فيها المواطن هنا أمام أحد المراكز الخاصة بصرف مرتبات الموظفين في وزارة الداخلية ينتظر العشرات دورهم في الحصول على بسيص أمل يطمئنهم من استلام المرتبات التي ستسهم بتوفير ولو القليل من احتياجاتهم في هذا الشهر الفضيل إذن فالمناسبة على الرغم من اهتمام الناس بها كطقس ديني واجتماعي لكنها تأتي وسط كم من المناقصات أبرزها تدهور الوضع الاقتصادي في ظل غياب الأجهزة الرقابية للحد من جشع التجار الذين يتلاعبون بأسعار المواد الغذائية حيث يرى المواطنون بأنها تشكل عائقا حال دون احتفائهم بهذه المناسبة خصوصا وهم يعيشونها بالتزامن مع انتشار أخبار تفشي فيروس كورونا وتوتر عسكري في بعض مناطق المحافظة لطف إبراهيم قناة بلقيس أبيان